قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقابول الدعوة المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين وعقف تنفيذ قرار اللجنة العليا لانتخابات النقابة بإعلان القوائم النهائية واستبعاد أحمد عثمان أحمد عثمان من انتخابات نقابة المهندسين المقرر عقدوها الشهر المقبل وجاء في الدعوة أن اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين كانت قد أعلنت قائمة نهائية لمرشحين على منصب نقيب المهندسين وشملت القائمة اسم المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان لمنصب النقيب العام وحيث إن قابول ترشح عضو مجلس نواب أحمد عثمان أحمد كنقيب عام للمهندسين من قبل لجنة العليا الانتخابات وإدراو اسمه في القوائم النهائية المرشحين على منصب النقيب العام إنما يعد خرقا للدستور ومخالفة القانون